السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي اليوم سوف نقدم لكم محتوى الاختبارات النهائية للصف السادس للعام الدراسي 2020-2021 بالنسبة لمادة التربية الدينية الإسلامية الدروس هي قيام الساعة صلاة المسبوخ أنواع السجود صورة القلم 1 تلاوة وفه دعوة أهل الطائف للإسلام صورة القلم 2 تلاوة وفه الإسراء والمعراج أحكام صلاة الجمعة صلاة المريض الجنة ونعيمها صورة نوح حفظ صورة الجن حفظ صورة المؤمنون 1 تلاوة وفه الرسل في القرآن الكريم صورة المؤمنون 2 تلاوة وفه لباس المرأة حديث معجزات الرسل أهمية الوقت أداب العطاف صلاة الكسوف والخسوف بيعة العقبة إنما الأعمال بالنيات حديث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإصهار صورة الإسراء واحد تلاوة وفه عيد الفطر وعيد الأطحى صلاة الجنازة بالنسبة لمادة اللغة العربية الدروس هي النصوص القرائية نص خارجي يقيس المهارات القرائية المختلفة النصوص الأدبية النصوص الأدبية يدرج أحد النصوص الآتيين مرح الطفولة مدرسة الأخلاق بالنسبة للنحو والصرف الكشف في المعجم جمع المذكر السالم المسنة جمع المؤنس السالم أنواع الخبر نائب الفاعل اللازم والمتعدي بالنسبة للإملاء الهمزة المتوسطة على ياء الهمزة المتوسطة على السطر الهمزة المتوسطة على ألف بالنسبة للترقيم ما يختاره المعلم مما سبق دراسته في الصفوف السابق بالنسبة للحفظ المؤمنون أخوة صورة الحجرات من الآية 10 إلى 13 صفحة 39 في الفصل الدراسي الأول مهد ومجد النص كاملا صفحة 76 صفحة 76 في الفصل الدراسي الأول فضل العلم حفظ الحديث بسنده صفحة 116 في الفصل الدراسي الأول مرح الطفولة النص كاملا صفحة 90 في الفصل الدراسي الثاني بالنسبة لمادة العلوم بالنسبة لدروس الفصل الدراسي الأول أعضاء الجسم القلب دقات القلب والنبط الرئتين والتنفس الجهاز الهضمي ما وظيفة الدماغ السلاسل الغذائية التي تبدأ بالنباتات الكائنات الحية المستهلكة في السلاسل الغذائية إزالة الغابات التغيرات القابلة للعكس والتغيرات الغير قابلة للعكس خلط المواد الصلبة وفصلها المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان فصل المواد غير القابلة للذوبان المحالين بالنسبة لدروس الفصل الدراثي الثاني لمادة العلوم الكتلة والوزن كيف تعمل القوى القوى المتوازنة والقوى الغير متوازنة القوى والطاقة هل المعادن المختلفة توصل الكهرباء بنفس الكفاءة رموز الدائرة الكهربائية بنسبة لمادة الرياضيات الدروس هي المضاعفات والعوامل الأعداد الفردية والأعداد الزوجية الأعداد الأولية جمع الأعداد العشرية القسمة واحد المتتاليات العددية التعامل مع الطول الزوايا في المثلسات العمليات على الأعداد العشرية تطبيقات على الأعداد العشرية الأعداد الموجبة والأعداد السالبة الضرب القسمة القسمة 2 الأعداد الخاصة نظام الأعداد 2 الجمع والطرح 1 الضرب والقسمة الجمع والطرح 2 الكسور والقسمة الكسور الأعداد الكسرية والكسور غير الاعتيادية الكسور والكسور العشرية النسبة المئوية السعة والكتلة المسافة قوانين الحساب بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية جميع ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني بالنسبة لمادة الدراسات الإجتماعية الدروس هي مكونات الغلاف الجوي مكونات الغلاف المائي ومشكلاته مكونات الغلاف الحيوي وأهميته العوامل المؤثرة في توزيع النظم البيئية الأرضية انجراف التربة تدهور النباتات الطبيعية حقوق المواطن وواجباته احترام العمل وتقدير العاملين وبهذا نكون قد انتهينا وبالتوفيق لطلابي الأعزاء شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة